تحالف كحولفان برئاسة بني جانس وحزب الليكود برئاسة بن يمين تنياهو إلى تفاهم فيما بينهما على إجراء الجولة الثالثة من الانتخابات البرلمانية في الثاني من شهر آذار من عام 2020 في حال تم حل الكنزة ويأتي الاتفاق بين الطرفين قبل يومين من انتهاء التفويد الذي منحه الرئيس الإسرائيلي للكنيسة راوفين ريفلين من أجل تشكيل الحكومة بدوره قال رئيس اللجنة التنظيمية في الكنيسة والعضو في تحالف كحولفان آفينيسن كورن إن التحالف سيبدل الجهود الممكنة لمنع إجراء انتخابات جديدة مشيرا إلى أنه في حال رفض نتنياهو تشكيل حكومة وحده سيتم تنظيم انتخابات بنظام قصير قدر الإمكان وينص القانون الإسرائيلي على أن تكون الانتخابات الإسرائيلية فقط يوم الثلاثاء إلا أنه بسبب الأعياد اليهودية الدينية تم الاتفاق على أن تكون الانتخابات يوم الاثنين ويتوقع أن يطرح في الكنيسة للتصويت عليه يوم الأربعاء مع مشروع قانون حل الكنيسة ترجمة نانسي قنقر